قصفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم عسكر رجلاء بقطاع نجران بصاروخ باليستي من نوع زلزال ثلاثة وأوضح مصدر عسكري بنجران أن الصاروخ أصاب هدفه وكبد العدو السعودي خسائر مادية وبشرية وألفت المصدر إلى أن هناك عمليات نوعية نفذها الجيش واللجان الشعبية اليوم بنجران موضحا أنها تأتي في إطار الرد على استمرار العدوان الغاشم ترجمة نانسي قنقر